اهلا وسهلا بحضراتكم كلنا بنتكلم على الكورونا والاصابة بالكورونا والاعراض اللي بتحصل لكن في الفترة الاخيرة بدأت تظهر بعض من الامور اللي ممكن نكون مش عاملين حسابها عطفا على الكورونا احنا كمان مهتمين في الفترة الحالية ببطولة افريقيا لكرة القدر مع بداية البطولة كان فيه لعيب في النادي الاهلي بدر بنون متاخد في منتخب المغرب تعافى من الكورونا من فترة لكن في التجهيزات الخاصة بالبطولة تم اكتشاف انه اصيب بالتهاب في عضلة القلب وتم استبعاده من قيمة منتخب المغرب في هذه البطولة وكمان عرفنا مبارح انه مش هيشارك مع النادي الاهلي ايضا في كأس العالم الاندية وكمان الاتحاد الافريقي اللجنة الطبية منعت اوبام يانج وليمينة انه هما يشاركوا في البطولة نظرا لاصابتهم ايضا بالتهاب في عضلة القلب بعد تعافيهم من فيروس كورونا والاسباب قالت ان بعد كورونا بتحصل مشاكل التهابات في عضلة القلب وده اللي خلى الاتحاد الافريقي يحط خطة جديدة للتعامل مع اي من اللعيبة المشاركة في هذه البطولة والبطولات القادمة منها عمل رسم قلب موجات صوتية اشعة رانين على عضلة القلب بعد ما بنخف من الكورونا بيكون الموضوع انتهى يكون عندنا المناعة ولا في امور اخرى ممكن تصيب الانسان بعد تعافيه خصوصا احنا بنتكلم على الرياضيين صحتهم من المفترض انها تكون جيدة جدا جدا فيكون التعافي عندهم اسهل تفاصيل كتير عن هذا الامر تحديدا هنعرفها من الدكتور احمد اشرف عيسى استشاري امراض القلب والقسطرة التداخلية وطب القلب الرياضي بجمعة عين شمس صباح الخير يا دكتور صباح الخير في ان اهلا بحضيتك لعبت الكورة من الناس اللي صحتها كويسة جدا شفنا حالات في بطولة افريقيا عندهم التهاب في عضلة القلب بعد التعافي والناس قالت ان ده او الاطباء قالوا ان ده نتيجة الاصابة بفيروس كورونا والتعافي منه في وقت سابق وحصل مع لعيبة كمان بتلعب في الدوريات الاوروبية هل الكورونا هي المسؤولة عن التهاب عضلة القلب في هؤلاء الرياضيين اولا شرف لي اكون مع حضراتكم النهاردة وموضوع ده مهم جدا واحنا بنتكلم فيه كأطباء بان من ساعة الفترة فتت الكورونا بس انا سريعا كده هبدأ اكلم عن الكورونا يعني في عجالة سريعا نفكر الناس الكورونا تأثيرها بيجي زي اولا الكورونا كفيروس انا بسميه بصراحة فيروس مالوش كتالوج بيعمل اي حاجة يعني مالوش باترن ماشي عليه ثابت الكورونا تأثيرها بيعتمد على كمية الفيروس لود اللي انت بتاخدها يعني انا ده بايما اقول كلنا معرضين ان جينا كورونا بس حاول بقدر المستطاع ان انت تبعد عن مناطق التجمعات تبقى في اماكن مفتوحة نبقى زي ما احنا قاعدين كده في اماكن مساحتها كبيرة قوي وبالتالي كمية الفيروس لود اللي انت ممكن تاخدها تبقى كمية صغيرة بحيث ان الجهازك المناعة يقدر يتغلب عليها وبالتالي كل ما كان الفيروس لود وكمية الفيروس اللي انت بتاخدها عالية جدا كل ما كانت الاعراض ممكن توصل لمرحلة الشدية احنا عندنا بنقسم الكورونا لثلاث مراحل المرحلة الاولى اللي هي المرحلة البسيطة مرحلة التانية المتوسطة وتبقى متوسطة خفيفة ومتوسطة جديدة تتسمى بوزئين والمرحلة التالتة اللي هي المرحلة الشديدة جدا يعني بتبقى صعبة جدا ويعني احيانا بيحتاجها المريض ان يبقى تحطها لجناس دي هاستنفو الصناعي ومشاكلها كبيرة جدا ويعني ايه وناس قليلة جدا اللي ممكن تعدي من المرحلة دي وبالتالي تأثير الكورونا على أجهزة الجسم بتبدأ من المرحلة المتوسطة وخبال حضرتك من ضمن أجهزة الجسم اللي بتتأثر هي القلب القلب لما بدأوا يعملوا الإحصائيات الفترة اللي فاتت لو إحنا حضرتك كلنا بعد الناس اللي بيجي للكورونا يقولك إيه أنا بحيث أن ضربات قلبي مازالت سريعة بحيث بشوية نهجان كون أن أنت خفيت من الكورونا أو أن أنت الPCR بتاعك نيجاتيب ده لا يعني أن الالتهاب اللي في جسمك راح وده ينطبق مش على الأشخاص العاديين بس ينطبق على الرياضيين اللي بيحصل إيه بقى دلوقتي إن بعد ما بيبقى المسحة سلبية يرجع يلعب تاني وده أكبر غلط عشان كده أكبر هيئتين كبار على مستوى العالم إحنا مشيين وراهم هي الكولية الأمريكية لأمراض القلب الأمريكين كوليج أوف كارديولوجي واليوروبيان سوسائي أوف كارديولوجي الجمعية الأوروبية لأمراض القلب قالوا إيه؟ أنه قال أي رياضي بيلعب وجاله الكورونا بعد انتهاء الأعراض تعد 15 يوم بعد انتهاء الأعراض؟ وتاخد 15 يوم وترجع تعيد الفحوصات زي ما الاتحاد الأفريقي قال دي توصيات على فكرة من دي وان جاء فيها الكورونا أي التهاب فيروسي بيصيب الجسم وعليه أعراض شديدة المفروض إن فيه فترة اسمها فاتت النقاها بعدها بتعيد تقييم هذا الموقف اللي هو عن طريق رسم القلب موجات صوتية على القلب وأحيانا ممكن ترفع مستوى الفحوصات على حسب دكتور القلب هيقول إيه؟ ومش دكتور قلب عادي دكتور قلب رياضي طيب إيه اللي حصل في بدر بنون الفترة اللي فاتت دي؟ تقريبا كم الإصابة كانت شديدة شوية وبالتالي وتقريبا برضو حسب ما ذكر يعني والكتب هو هناك في المغرب إن إنه تقريبا رجع التمرين وبعد ما بدأت الأعراض تخف ده من أكبر من أكتر الحاجات الخطر جدا على اللعب إن انت ترجع تلعب تاني وإنت ما دخلتش في الكمبليت ريكوفري إن انت رجعت تماما اللي بيحصل إيه؟ إنه بقى فيه شوية التهابات بسيطة الالتهابات دي تقول لها إنه ممكن جهازك المناعة ما بقاش لسه تغلب على كل التهاب تماما فترجع تعمل إيه زي ما بيحصل لك إيه؟ انتكاسة الانتكاسة دي بتؤدي إلى التهاب في الغشاء اللي حوالين عضلة القلب وبالتالي ممكن توصل للتهاب فعضلة القلب ممكن تؤدي إلى مشاكل في اللحظة دي اللاعب بيقف من 3 ل 6 شهور من 3 ل 6 شهور أما فيش يزار فيه دوري في أمريكا اسمه البيكتان من أكبر دوريات في أمريكا الفترة اللي فاتت من حوالي 6 شهور لو إن فيه بعض اللعيبة بيجي لهم إحساس غير مفسر بالنهجان شعر مقطعية سليمة بي سي آر نيجاتف راسم قلب كويس إيكو كويس موجات صوتها قلب كويس عملوا تحليل اسمه ده حاجات بنعملها بنطلبها لبعض الحالات زي جلطات القلب وكانوا يتعمل لهم لقوا عالي كده عملوا رانين مغناطيسي لقوا إن فيه التهاب حوالين القلب اللعبة دي توقفت 6 شهور كان عددهم أعتخد 26-27 لعيك دكتور يعني سنية واحدة هل كورونا أفهم كرام حضرتك إنه كورونا مرتبط ارتباط وثيق إنه يعني بنسبة كبيرة بيحصل التهابات في عضرة القلب لو إحنا بنتكلم في حالة الرياضيين تحديدا وأيضا خلينا نأكد على النقطة إنه ما ينفعش لاعب يرجع يمارس الرياضة مرة تانية فور ثبوت إنه ده لازم على أقل 15 يوم أنا مش هلا اللي بقول الكلام ده التوصيات العالمية دلوقتي صحيح طبعا حسب التوصيات 14 يوم نقاها ده كان توصيات لكن أنا بتكلم عن لعيبة خبار حياتك أنت عشان لعيب تبدأ ترجعه إنه هو يبدأ يعمل مجهوده تاني أولا تعتمد زي ما قلت لحياتك كده هل أعراض خفيفة أو متوسطة وأني متوسطة متوسطة خفيفة لا دي بنطول المدة شوي وخبار حياتك ودي بندي معها أدوية سيولة بص لو رجعنا لتاريخ الكورونا على مدار السنتين اللي فاتوا هتلاقي الكورونا بتعمل أعراض تنفسية وجلطات في الرئة هتلاقي الكورونا عملت مشاكل في الجهاز الهضمي وعملت أعراض في الجهاز الهضمي اللي هي زي النازة المعوية اللي كنا بنسمعنا كنديم يقولك الكورونا جاتلي بس جاتلي في بطني وخبار حياتك مصبوط الكورونا دلوقتي بدأت تخش عملت مشاكل في عضلة القلب والغشاء اللي حوالي القلب الأومايكرون الجديد دلوقتي هوت أعراضه مش زي الكورونا اللي احنا كنا نعرفها ليقولك فقط تحسد التزوق والشم لا يبقى أنت ايه يبقى عندك كورونا لا الموضوع ممكن تبقى زيها زي نازلت برد زي ما دكتور عوض بي قال في مداخلته إنها ممكن تبقى أعراض نازلت برد عادية جدا ما يبقاش معها أي أعراض تانية يبقى ده ممكن يبقى كورونا قصة كلها تعتمد على الأعراض بتاعت حضرتك هنا سؤال مركب أي حد جاء له كورونا ممكن يجيله التهاب في عضلة القلب وهل الراحة دي حتكفيه عشان الالتهاب يروح ولا الالتهاب ده بيكون الالتهاب مزمن بص حضرتك كان في كتب الطب كان فيه عندنا فيروس اسمه كوكساكي بي فيروس كوكساكي ده فيروس عادي بس بيجي ينشن لما أنت بتصب بيه بينشن فين على عضلة القلب مباشرة الالتهابات الفيروسية معروفة كده ملهاش باتر ملهاش نمط ملهاش سكة سابتة هي ماشي عليه الالتهاب الفيروسي خطورته أنه هو بيسير الجهاز المناعي إصارة الجهاز المناعي أنت بخبال حدك أنت ما تعرفش الجهاز المناعي حينشط بشدة تجاهي بالزبط في جسمك لكن من الأعضاء الخطيرة اللي هي لو أصيبت تبقى مشكلة اللي هي التهاب عضلة القلب هي مشكلة التهاب عضلة القلب ده ممكن يعمل إيه يعمل لك فشل في وظائف القلب يعني عضلة قلبك الطبيعية تبقى عضلة قلب ضعيفة يجي لك تورم في الخدمين نفسك مكروش قصص دي كلها وبتاخد فترة طويل عشان تتعافى كوكساكي بيه فيروس كنا بنبدأ بنعالج الناس فيه بنوصل لستة شهور وتسعة شهر على ما يبدأ العضلة تبدأ ترجع لطبيعتها علشان كده دايماً الموضوع بسيط خالص أي واحد أصيب بكرونا ده أي حد عشان بسيط الناس متروطة ده رياضيين لا 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 لكل ما هو الرياضي ده شخص عادي كلمة رياضي معناه إيه الرياضي معناه أنت قدرتك الجسمانية على عمل المجهود أعلى من أي شخص تاني اللي يقى بدنية أعلى بالضبط وبالتالي أنت عندك برضو حاجة تانية أنت صحتك كويس جهازك المناعي كويس وبالتالي أنت أنا ببساطة أن الفيروس لود بتاعك اللي إيه لو أنت خدت شوية زيادة عن الشخص العادي جسمك يقدر يتغلب عليه لكن أنت شخص عادي يقدر الفيروس ممكن يعملك أي مشكلة وبالتالي أي شخص أصيب بفيروس كورونا يستحب أنه هو يأخذ راحة الرياضيين على وجه التحديد من نهاية الأعراض عدة 15 يوم بعد 15 يوم المفروض المدير الطبي للفريق يراجع دكتور القلب اللي هو بيتعامل معاه ويستحب أنه هو يكون دكتور قلب متخصص في أمراض قلب الرياضية قلب الرياضيين ده قلب زو طبيعة خاصة مختلف عن القلب الناس العاديين طبيعة خاصة بمعنى أبعاده شكله رسم القلب بتاع الرياضي ده مختلف تماما عن أي شخص تاني أحيانا ممكن تلاقي ضربات قلب في الرياضي ممكن توصل لتلاتين في الرياضيين ضربات قلبهم في اللي هو عادي الضربة بتاعت القلب الوحدة قوية فالقلب مش محتاج يعمل ضربات قلب وبالتالي ده يقدر يعمل مجهود لفترة طويلة أنا ممكن نجري تلت ساعة هو لا ممكن يجري التسعين ديئة بتاعت المرش وبالتالي ده بالنسبة للإيه للأعراض البسيطة وأي شخص رياضي جاله كرونة طيب لو الأعراض علت يبقى إذن إحنا محتاجين إن إحنا نراجع دكتور القلب ونبدأ ممكن نعلى بمعدل الفحوصات أو لفل الفحوصات الطبية إن إحنا ممكن نوصل إن إحنا نعمل رانيين مغناطيسي اللعيب الدوليين اللي بيخش في بطولات ده بقى الكلام دلوقتي عليه إن إنت مباشرة مجرد ما يجيله كورونا ويبدأ يخف قبل ما تاخد قرار هتعمله رسم قلبه وإيك وعمله رانيين مغناطيسي على القلبه مباشرة للرانيين هو الجهاز الوحيد أو الفحص الوحيد اللي يقدر يقولك ما زال فيه التهاب ولا ما فيهش التهاب حتى لو حاجة بسيط ويمكن دلوقتي فيه الأكاديمية الأفريقية للطب الرياضي موجود مقرها في مصر لمتابعة الموضوع ده الأكاديمية الأفريقية للطب الرياضي وعلوم الرياضة تم تتشينها بوجود معالي وزير الشباب والرياضة من حوالي 48 ساعة من يومين بالزبط ونائب رئيس الأكاديمية للأستاذ دكتور حزم خميس المدير عام مستشفى ودي النيل وهي تابعة للاتحاد الأفريقي ومقرها في مصر وهدف الأكاديمية دلوقتي إن هي ندر نقول توحيد الخطع للفرق الطبية على مستوى أفريقيا بحيث أن يبقى فيه خطوط عريضة للناس تبقى ماشية فيها أهمها القلب التغذية الطب الرياضي أو الإصابات الملاعب المنشطات وتأثيرها وإزاي الناس تبقى ماشية عليها ومقرها يبقى في مصر طبعا دي صورة الأكاديمية هي مع حضراتكم حضراتكم شوية فينها على الهوى تالدكتور خنيس حضراتك سؤال أخير ممكن أي حد بيسمانا دلوقتي من الأشخاص اللي أصيبوا بكورونا يتخد شوية وممكن الناس أصيبت من بدري من فترة هل كل شخص أصيب بكورونا حتى لو تعافوا حتى لو من فترة كبيرة مفروض يعمل رانين على القلب أو مفروض يعمل تاني تحليل أو يكشف تاني ممكن يكون موجود للتهاب يعني لو حضرتك توضح لنا بس النقطة بص حضرتك سؤال حضرتك في غاية في الأهمية لا مش كده اللي بيحدد ده هو الدكتور ولكن أي حد جاء له كورونا في بعض الأعراض اللي هي مشتركة بين الناس ليه أقول لك كان لسه شوية نهجان ضربات قلبي سريعة ده لا يمنع أن أنت بعد ما تخف من الكورونا أسبوعين ثلاثة مثلا تعمل رأس من قلبي موجات صوتية على القلب وحسب المجهود اللي أنت بتعمله الدكتور بيحدد أنت محتاج إيه تاني احنا بنتكلم دلوقتي على فئة تانية خالص طب معلش أنا قاسف عشان سؤال الجمانة مهم جدا وأنا شخصيا خفت على نفسي أنا جالي كورونا في بداية الموجة الأولى يعني كنت من الأوائل والطعمت الرواد الحمد لله قطع عن خط الجرعتين وقعدت معي 30 يوم قعدت معي شخصيا 30 يوم كان في شهر 6 من بداية الكورونا كان السنة اللي فاتت وأنا بلعب رياضة بشكل منتظم ابتديت أرجع ألعب رياضة بعد فترة منها لأن ما كانش عندي القدرة أن أنا أرجع أمارس حياتي رياضية بشكل طبيعي أنا النهاردة بعد مرور سنة من التعافي هل أخاف أن أنا ممكن يكون عندي حاجة من الحاجات دي؟ لا أولا هل أنت عندك أعرض؟ ما دي أنا بقى سؤال أنا ممكن حد يركز مع نفسه مثلا آه ده أنا عندي نهاجان آه لا ده أنا نفسي بقى قصير يعني ممكن الناس شوية تبقى يختلط عليها الأمر أنا دايما عندي مقولة دايما بقولها كده العيان ما بيختلفش عليتني لهو نفسه ولا الدكتور بخبار حدرتك لما بتلاقي نفسك في حاجة تعباكي بتبقي لا أنا مش طبيعية مش هتصبر عن نفسك سنة لا أنا مش طبيعي أنا مش هو ده يعني بحس بعد التعافي الشخص اللي أصيب بحس بعد التعافي من كورونا أنه هو مش طبيعي طبعا ولو حس أنه هو مش طبيعي وحصل الإصابة في القلب دي لأقدر الله التعافي منها بالأدوية موجود ولا موجود وبيخف وبيرجع لطبيعة تاني بس بنظام معين ببروتوكول معين بيحدده الدكتور يعني العيب تلكرة دي هترجع تلعب مرة تاني هترجع تلعب تاني ولكن أنت عارف حديثك برضو ده يتم إعادة تقييم فيه أدوية بيبقى ماشي عليها فترة طويلة من 3 إلى 6 أشهر على حسب الإصابة وعلى حسب نوع الحالة قبل حديثك إحنا لسه ما فيش ريبورتو طبي 12 بالزبط إيه الحصل لبادة البنون حجم الإصابة أو الدنيا هتبقى ماشي إزاي ولكن لما بيثبت أن فيه التهاف حوالين غشاء القلب أو عضلت القلب أحيانا بنوقف اللعيبة من 3 إلى 6 أشهر حسب الحالة ويفضل أن كل شخص أصيب بكورونا بالزبط أولا أن يبقى فيه فترة تقاهى بعد هذه الفترة لازم يروح يعمل رانين زي ما حضرك قلت رانين على القلب للرياضيين الأشخاص العادية مش محتاجين الأشخاص العاديين الأشخاص العاديين على وجه التحديد الدكتور هو اللي بيحدد ألف الحصوات لكن أنت لو شخص عادي وجالك كورونا وكان فيه شوية أعراض رسم القلب بمواجهة صوتية على القلب الكافيين والدكتور هو اللي بيحدد الخطوات التانية بالنسبة للرياضيين الرياضيين برضو الدكتور القلب الرياضي هو اللي بيحدد والرانين المغناطيسي بيطلب في بعض اللاعبين وبدأ يطلب بكسرة الفترة دي ليه بس تعقيب أخير أهم حاجة الفترة دي على وجه التحديد الكافيهات ما زالت بتنزل الشيشة ودلوقتي فيه حالة انتشار شديدة في العالم كله ومش في مصر لأمايكرون احنا متأخرين عن أوروبا من 4 إلى 6 أسابيع بس بدأنا نخش نخش البيك بتاعتنا والجو بقبرت ودلوقتي التجمعات والناس بتقفل ومقاش فيه تهوية كافية ياريت ان احنا يبقى فيه توعيه أكتر من خلال حضراتكو ان الناس لازم تبعد عن الأماكن المغلقة واللي فيها شيش والدولة واخد خطوات قوية جدا في هذا الموضوع نشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور أحمد أشرف عيسى استشاري أمراض القلب والقسطرة التدخلية والطب القلب الرياضي بجامعة عين شمس نكرك فندم جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا